السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة الغضب أسبابه علاجه وفهمه الغضب لقد درسه الفلاسفة والأطباء النفسانيين وأطباء الأمراض العقلية وهناك عدة تعاريف لهذا الغضب ولكن بالنسبة لي فسوف أعرفه بأنه الدماغ الإنسان الغضبان يكون منفعلا ومتحفزا ومتهيجا وفاير فاير مثل القدرية على الطباخ تفور والمي يطفح منا ومنا وهذا بسبب تحفيز الجهاز السبثاوي وإفراز مادة النور أبينفري من الدماغ وهو هورمون وكذلك الهورمونات من الغدة الكبرية في فوق الكليتين وتفرز الكورتزول وهو هورمون الشدة والأدرينالين وهناك تحدث في السيزيولوجية في الجسم ويرتفع ضغط الدم والدم يندفع إلى العضلات والدماغ هاي نقطة كلش مهمة أريدكم تركزون عليها من واحد ينفعل المركز العاطفة في الدماغ يقوم يسوي كهرباء ويشوش على القشرة الدماغية الأمامية التي هي فوق الأنفين فهذه لازم تتعلموها وهذا الهدف من القصة هو أن تتعلمون تحلون المشاكل من يشوفون واحد مع الصباح الهدف من القصة هو مو أن أحتي على نفسي لا وإنما هو تعليم والعقل البشري يحب القصص ويتعلم أحسن وبأسرع ولذلك سوف استعمل أسلوب القصص لنقل المعلومات فهذه أهم القصة حتى رويكم أنه دماغ الزعلان بفكرة يتوقع في الشي ومشع في هذا الشي في الأقل الآخر يعني مثلاً واحد دا يسوق يشوف السير ازدحا زين وإتى ليه الشي أن يمتوي فكرة أنه لازم السير زين فالغلط هو في دماغ الزعلان مفروض الإنسان يتقبل أشياء من الصير وما ينفعل يعني هذا هو الواقع أو مثلاً يريد فالشي حلو من الشي الآخر أو يستجيب للطلبات شون أنت تقدر السيطر يعني الدماغ الآخر هو ليس تحت سيطرتنا فهي النقطة لازم تفتهمون يعني إحنا ممكنش نشير ريدة الآخر هو يفتهم ورح يسوينا إياه فلازم نفتهم هاي النقطة بس إحنا نقطتين اتعلمنا فهاي القصة دا أسوق وإحنا أسوق على اليمنى وعليسرة سوري والشوارع ضيقة هنا ومزدحمة والسيارات مبرقة على الجانبين فاش سويت يعني ضيق الشارع فوقفت على اليسار وأنا في مقدمة الطابور والسياقة هاي نقطة أخرى نتعلمها وهي السياقة أدب وأخلاق ومعرفة وتمرين وعلم وتدريب فهاي نقطة مهمة بالسياقة يعني واحد من يسوق لازم يحترم الآخرين ويحترم أنه الشارع هذا مو بس إلي أنا قاعدة بالسيارة وفكر بس بروحي لا أكل يمشي أكل يعبور المارة البايسيكيل الماطورسيكيل السيارات فلازم هاي واحد ينتبهي هاي نقطة للتعليم خش فقول السيار قدامي صار زين يعني مفتح فبديت قطيت إشارة باوعت بالأمرأة الجانبية واللي قدامي وبديت أسوق أشو ما أقفت مسافة يعني طول سيارة واحدة أشوف سيارتين جاي سريع ومتهورين واحدة وراء الأخر فسويت هذا دع شوفهم ما رح يوقفون يعني دعيس على البانزي فأشرت للوراية وهذه بديت أرجع لي ورا والسيارة ووراية كله رجع قولوا مش شو ذولة الاثنين وأنا بقلبي شا أقول أقول إي أنا بقلبي هاي نقطة قازم تهمت تعلموها لسه إنت نجحت وغلبتنا غير بس رح تستمر في هذه الأفعال السيئة وبعضين في اليوم ما تشوف إلا مقلوبة بيك السيارة في يعني يصير ضحية لسوء أعمالي هو يعني فرح هو هسه بس هو هذا غلط للمستقبل دلنا إحنا ننتظر للنهاية ما يخالف إنت هسه نجحت بس بعضين لأنه رح يصير قد تفكير أنه هو شاطر رح يغلب الآخر وبعدين رح يزيد يزيد ويتفرعا وبعدين ما تشوف إلا فاديو مقلوبة بالسيارة ومتوفي إلى رحمة الله ومع الأسر لأن ما قد مالت خراب يا والله شده ماريبو وبعدين قلت بعدين أنا متعلمة بالعراق مني طوطولي معنات أكثر شيء غلط بسيارتي لو ضوة معلوق لو الباب مفتوحة فشي سوي أو قف أبرك بمكان أمين وأشيك شنو الغلط مرات حتى بنشر وأني محاسب بالعراق فأني إذا أسوق أريد أروح الليدل هنطلع إذا أسوق وبيه بارك كبير واللي سماح باركينج ساعة ونص وأشوف شنو الغلط بسيارة فهذا دماغي آني يقولي يعني دماغي هيت شده يقولي خوش فما أشوف لفت فتفلكة ودرت على اليمين ما أشوف إلا سيارة توقف بالأرض قدامه وتوقفني يعني ستار أنا هما خدت برعي كم زين دا أسوق بحذر وبتركيز ونزلت الجامع فهو هذا رجال أبيض يعني سمين وجه منفوخ أحمر 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 ينقض دم فنزلت الجامع قدت له على كيفك ضغطك رح يغتفيع يصير عندك جلطة بالدماغ يصير عندك يعني سقطة قلبية هذا قال لي يششت ويش صحيح والها يقول خوش يعني سأكت ويقول لي التلتقش مريني بكلامك المعسول خوش فأني صعت الجامع ونزلت من سيارتي وصرت وجه لوجه وقلت لقيت ليش الصيح دي قولي السبب حتى نحله وقال أنا أطوط لك وإتي ما توقفين قلت لقيت صح أنا سمعت التطويت وقلت قلت يمكن الهورم معتك خربان وبعدين أنا دماغي وايرد يعني الألياف بالدماغ هاي كلش مهمة النقطة ما للدماغ عشان متعلم من زغره هاي كلش مهمة الوايرد هاي مو بس إليان ما دحش عن نفسي هاي دا أعلمكم وايرد أنه من يطوطوا لي متعلمة فالشي غلط بسيارتي وأروح أبرك وأني دا أسوق الليدل أبرك حتى أشوف شنو غلط بسيارتي جزدوه معلوك أنا أشرح له قول لي لا هو زعلان هو بدماغي مني يطوط يريدني أوقف أسألكم ما بالله أنا ش مدرين يش أكوه بدماغي يعني هذا الغلط هو من الزعلان يتوقع في شي هو يريده وأني ما سويته هاي نقطة مهمة بالزعل زين فإحنا دا نشرح الزعل فبعديا قلت له أوك إتا ليش يعني دا تطوط يعني أردى شوف السبب هو قل لي ليش زعلان طوط له وما وقفت قلت له بس السبب أعمق من هيتش قلت ليش طوطتلي قال لي إنتي ضربت سيارتي قلت له خوش بيها وجهة نظر خلا روحها فحصين شين قواه السيارة كل شي ما بيها فأخذت لها صورة حتى شنو أثبت المعلومات وهي نقطة كلش مهمة تعلمتها بالطب أكتب أكتب الوقت والتاريخ وهي فادتني كلش كلش هو بحيث من يسوون علي تحقيقات ولا مرة بحياتي واحد قادر يلقى علي غلط ويأذيني لأن ضابط الشغلة ضبط الحاصل فأجيت علي قلت له إنت يعني جديات لو ده تشاقل لو شونو قصتك قلت له إنت تره دماغك مشوش وما ده تشوف الحقيقة هذا ما ده يفتهم اشتاح فعلى على الأصول كماشي طلعت عدي دفتر وقلم دائما أنا سيارتي خالة وقلم وقرآن حتى يحميني وخالة مقص أحب المقص ليش بانجلتر السسترات كونهم معلقين مقاصص ويفيدنا بالشغل وما تقطيكم معلومات أسرار أنه خالة دار نفيس ويا لأخواشي يعني كل ما أصيح واحد بن ويعمر لشغل خربانة يقول لي دار نفيس فأني رأسك طلق لأ دار نفيس دار نفيس يعني واحد رأس عدي وواحد مربع بس أجيت قطيت المعلومات كتبت له يعني رقمي تليفوني وعنواني ما لبيت وحتى هو أخذت معلومات عنه تليفوني وعنوان بيتي لأن هذه إحنا نسويها من أن يصير عندنا مشكلة ونكتب لشركات التأمين بس أنا دافتهم كل شي ما بها السيارة فقلت لأت لو أش تأمين تكتب مكاتيب بعدين هم دقى أشوفها مو من نوع يكتب مكاتيب وهال لأن أنا مني يصير عندني مشاكل أكتب مكاتيب والآخرين اللي يبلوني ما يكتبون ودائماً أنا أنجح سوي تصاوير سوي سكيتش وهال ما حد يحب يكتب أنا أكتب مكتوب وأنجح يعني دائماً شركات تأمين حتى إذا أخذوا من عدة فلوسة أجعلية عدي تمر لصبها الخبر فقلت لأ وقبل ما أنا أبدي أتناقش ويا قلت لنفسي هي سميرة هاي خوش تجربة إتي استعمليها في الذكاء العاطفي حتى تتداربين وإذا نجحتي وفبها وإذا ما نجحتي فهما تانية تتعلمين وتتقوين خوش فهي نقطة مهمة فأجيت تبادلنا المعلومات وقلت لأ أحسن شي أكو أدي قراج أعلمت وين الأنوان أعرفهم والمدير ما لاتهم يعني يعرفني ودائماً يسئلوني على مشاكل صحية وطبية وأوجههم فأعرفهم قلت لأروح قلهم هاي المرة هيتشي هاي الدكتورة وشيروني فلوس أن أدفع لأنا أدري كنت شمع بها سيارت رقب السيارت رحيت السواء قلت رجعت للبيت جاءت للبيت كتبت لأ رسالة بالتليفون قلت لأنا متأسفة خالتك يعني ميتة وقلت ها أنا من دا أسئلة على الأسئلة سألتها بعد قلت لأت ليش مع الصب قال خالتي ميتة ودائ روح أخبر العائلة قلت لأ بعد شنو هسا الحياة هي قصيرة يعني ونموت فقلت ما تسويت عصب فخلصت هاي الشغلة عرفت السبب وعدمه مشوش وجيت للبيت كتبت لأ رسالة متأسفة تخالتك ماتت وهذا عنوان القراج واسم المدير ورقم التليفون الخاص لأن جديات أنا موتا قشمع أريدها يروح ويفحص السيار كل شي ما بها السيار ورأ أسبوع دي زيت رسالة متابعة قلت لها شنو القصة جاوبني قال لي أنا مرحيت ما صار عدي وكيد خوش ورأ أسبوعين هم دي زيت لرسالة أريدها شوفها لازم نشوف النتيجة لأنه قلت لكم بالفلسفة انتظروا إلى النهاية فجاوبني قال لي أنا متأسف عصبت علي شواني كلش متأسف وأسحب كلامي وسيارتي كل شي ما بيها افتهمنا شنو الشغلة فهذا القصة وأرجوكم أن تتعلمون النقاط المهمة وشكرا ترجمة نانسي قنقر